تقول بأن ابن تأس الناس 17 سنة ولبس البنطلون نصيحة لها أقول لابنتنا الكريمة إن كنت تؤمنين بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمنين باليوم الآخر وأنك ستموتين وستعرضين على رب العالمين وستسألين فاعلمي بأن الله عز وجل قد فرض عليك الحجاب الشرعي واعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض عليك الحجاب الشرعي ومن أرادت من بناتنا وأخواتنا أن تقول اقنعني بالحجاب أولا لا أقول لها الأولى أن تطرحي سؤالا مهما جدا قبل هذا ألا وهو اقنعني بالإسلام أولا تعالي نبدأ من دي نبدأ من اقنعني بالإسلام لا 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 أنا مسلمة أنا مسلمة شيخ تق الله آه خلاص يبقى ما فيش قناعة مش هنحاول إقنع بقى أنت مسلمة آه أنت تشهدين أن لا إله إلا الله وأنه محمد الرسول الله نعم هل أرسأ الله يأمرك تقولي سمعا وطاع تقولي سمعا وطاع إنما كان قاول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا آدم مش قاهر ولا كبت ما فيش حد يقدر يخالف دستور البلد إطلاقا ولا يخرج على قانون الشركة اللي بيعمل فيها أو المنشأة اللي بيعمل فيها الأمر مش بحتاج فزلك يعني لو أنا شغال موظف في الشركة أنا مجرؤش أخرج على قوانين هذه الشركة والله مجرؤ اللي ينتهج دستور أي بلد بيتهم بالخيانة العظمة ويطأطع رأبته ورأبة اللي جاب أبوه طيب الله لماذا نخرج على شرع الله بهذه السهولة وبهذا الرخص لماذا نخرج على كتاب الله بهذه السهولة وبهذا الرخص ما فيش مخلوق يجرؤ يخرج على قانون مؤسسة بيش تغل فيها أبدا لا نبغي أن ننظر إلى شرع الله هذه النظرة السطحية وهذه النظرة الدونية الله جل وعلا له أمر المؤمن المؤمنة ما لهش خيار مع حكم الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة آه إذا كانت مؤمنة بقى إنما هي برة دعا موضوع تاني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما ليش خيار أنت ما لكيش خيار مع الله ما لكيش خيار ما حكم الله ولا ما حكم رسول الله لو هتقولي لي تعالى اقنعني بالإسلام ده موضوع بقى نبدأ تاني نبدأ من هناك إنما هتقولي أنا مسلمة ونشهد الليلة أنا حمد رسول الله ما فيش حاجة اقنعني بالحجاب إطلاقا قال الله عز وجل ها خلي بالك وأمر رباني أمر من الله قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك خلاص يدنين عليهن من جلابي بهن لا والله لا والله خلي بالك من الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الله ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن فيجب على الأخت المؤمنة أن تدني عليها جل بابها ما تلبش بانطلون وتطلع بره في الشارع حرام حرام ما تلبش يستريتش وتطلع في الشارع حرام تق الله ما تلبش بضو وتطلع في الشارع حرام اتق الله استري نفسك بالحجاب الشرعي الحجاب ده لازم يكون طويل لازم يكون فضفاض لازم يكون سميك مش شفاف ما يبقينش مفاتن الجسد ما يكونش معطر ما يكونش مبخر ولا مطيب ما يكونش ثب شهرة هذه شروط للحجاب الشرعي للمرأة المؤمنة التي تتق الله سبحانه وتعالى وتعلم أن بدنها الذي أنعم الله عز وجل به عليها الله تبارك تعالى قادر على أن يبتليه قادر وتحجب رغم أن فيها بس هنا ما هيبقاش لله إنما عشان تسطر العيب الذي ظهر في الجسد ليه ليه ما يبقاش لله تبعي مولانا لو لبست الحجاب ما حدش جاي تجوزني هذا خطأ والله العظيم لا يبحث أي شاب عاقل يريد أن يبني بيته بحياة طيبة إلا على الملتزمة والمتدينة والمحجبة إنما المستهترة هو هي لعب معاه شوية إنما لا يفكر إطلاقا أن تكون أما لأولاده خلي بالك يا بنات لا يمكن أي شاب مستهتر بيلعب معاك وبيضيع وقت معاك يفكر فيه أن تكون أما لأولاده أبدا وقت الجد يقول لك لا لا وكم من بلا وتعرض علينا وفتن فاعلمي أنه لن يتقدم إليك بحجابك إلا رجل يريد أن يبني بيتا وأن يحيا حياة طيبة إنما اللي عاوز يلعب معاك شوية دمش هيفكر أبدا أن تكون أما لأولاده أبدا طب والنبي عصمي ليه يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار من أهل النار الحديث في صحيح مسلم مش كلام من عندي أنا صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر الناس اللي مسكت كربيكو بتعذب بها الناس دول من أهل النار إن لم يتوبوا إلى العزي الغفار وأقسم بالله ما في مخلوق حينفعك والله ما في مخلوق حينفعك بين يدي الله والله لن ينفعك مخلوق بين يدي الله أوعى تعذب إنسانا أوعى رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس دول من أهل النار بشهادة النبي المختار إلا إذا تاب إلى الله العزي الغفار طب الصنف الثاني ألو نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام والحديث في أعلى درجة الصحة وأسأل الله أن يرد نساءنا بناتنا إلى الحق ردا جميلا